اشتركوا في القناة نلتقي في هذه الحصص المركزة الموجزة في زمنها من اجل ان نعرض لبعض القضايا التي يعيشها المجتمع ذهنيا ومجتمعيا بالتحليل و اقول ان هناك قضايا كثيرة هي في حاجة الى معالجة و الى تدقيق الحديث عنها و اول ما ابدأ به هذه الحصص ان اتحدث عن مبحة مهم هو مبحة المعرفة و المعرفة و مبحة المعرفة هو مبحة فلسفي قديم يضاهي في وجوده و في قوته و في اهميته مبحة الوجود فالمعرفة كانت شغلا شاغلا للفلاسفة و المفكرين المسلمين لان للمسلمين فيها خصوصها فلا شك ان الناس كلهم مغرمون و معجبون بالحقيقة المتينة المؤصلة و هي التي يسمونها يقينا ولعل هذا الغرام و الولع باليقين و ما دفع الناس الى ان ينظروا نظرة اخرى الى ما ليس يقينيا من المعارف وهو ما كان ظنيا و تقريبا هذا التصور عما لدى كل الناس لدى المسلمين و غير المسلمين و هو في حاجة كما قلت الى تخويم فاذا كنا نحب اليقين لانه يورده اطمئنانا و يكسب اناتا و اتدالا فانه لا يجوز لنا ان نجعل المعرفة اليقينية هي السبيل الوحيد و هي الهدف الاسمى و الاسنى المسلمون او الذين درسوا النصوص الشرعية دراسة متعجلة نظروا الى بعضها ففهموا منها ان ما كان ظنا ليس له اهمية لان الله تعالى يقول يتبعون الى الظن و ما تهوى الانفس و لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث و هناك نصوص اخرى لكن الذين قرأوا هذه النصوص من العلماء من المحققين كما يقول القاضي عياذ من المعلمين فهموا ان هناك امرين ان هناك يقينا وهو المحبب و هو البغية و الطالبة لكن هناك ايضا ظن هذا الظن هو قسمان قسم يمكن الاخذ به واعتماده و قسم لا يجوز الاخذ به فاما الظن فهو معظم ما يعلمه الناس و معظم ما يتحدث عن الناس و ما يؤسس الناس عليه الاحكام احكام كثير من العلوم هي احكام ظنية التاريخ ليس قطعيا الاركولوجيا هي ايضا نوع من الظن يحاول ان يكون علميا كثير من المعارف الان وعلم الاجتماع وما الى ذلك هي معارف ولكن لا تسمو ان يقال فيها درجة اليقين و كذلك بعض العلوم الاسلامية مثل الفقه هي علوم ظنية في الغالب طبعا ما سوى ذلك امر اخر فهذه العلوم الظنية او الحقائق الظنية انما يرفض منها و يترك و يترح ما كان ظنا بلا دليل و لذلك قال كبار العلماء و قال ابن حجر و قال القاضي عياض ان المحققين لما قرأوا هذه النصوص عرفوا ان من الظن ما يجب و ما يمكن اعتماده و الله تعالى يقول ان بعض الظن اثم اي ان بعضا اخر لسا اثما وهو معظم العلوم الآن التي يشتغل الناس بها و يؤسسون عليها تصرفات احكام القضاء ليست قطعية حينما يقضي القاضي بالبينات يحاول ان يرجع يحاول ان يصل العقيقة ثم يقضي ولكنه لا يستطيع ان يقول ان هذا هو القضاء اليقيني في هذه المسألة فلو ان الناس تركوا كل ما هو ظن يمكن و قد تركوا العلم كله لكن الفرق بين ان يكون الظن بلا دليل بلا سند بلا غير مقوى و ان يكون له سند و ان يكون له مرجع و ان يكون عليه ملامح اليقينية و ان كان لا يبلغ اليقين من هذا القبيل ان المعرفة الفقهية او ان المعرفة الشرعية هي ايضا قسمان قسم من المعارف تحتاج الى ان تكون يقينية و ان تكون ادلتها يقينية وهذا باب العقيدة يشترط فيها او يفترض فيه ان يستند فيه الى ما هو قطعي وهو القرآن الكريم القطعية تبوت طبعا و كذلك يستند الى الحديث المتواتري من هذا القبيل لكن باقي الاحكام الفقهية انما هي احكام ظنية في مجملها هناك احاديث فهمها بعض على نحو فهمها نحو اخر ولكنها صالحة في نهاية المطاف للعمل لاننا اذا عطلنا ظن تعطل العمل و كل حياة الناس و كل ما لديهم الان في حياتهم بما في ذلك اوراق التعريفهم المستندات التي بايدهم و يشتغلون و يمتلكون بها كل ممتلكة او مستندات ظنية تعطيلها معنى انه تعطيل للعمل قولا واحدا و لذلك وجبا دائما ان نقول ان الحديث الذي نؤسس عليه حكما شرعي الان لا نسترط فيه ان يكون يقين و الى اللا فاننا نعطل الشريعة وهذا انما يقول به اناس يريدنا فعلا ان يصلوا الى هذه النتيجة و يتأيقاف الشريعة بزعم و بدعوانها ان نصوصها و ان ادلتها لاستيقينية وصل الله على سيدنا محمد و على اهله و صحبه اجمعين اشتغل 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 ا